اعزائي طلبة وطلبات التعليم الصناعي اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقتنا في تخصص الزخرفة والاعلان والتنسيق للصف الثاني بمنظمة الجدرات ان شاء الله في الحلقة دي هناخد النهاردة الدرس التالت من الوحدة التالتة الوحدة التالتة اللي هي بتتكلم عن عمليات الزخرفة بالتقطيع والتفريغ احنا زي ما احنا عارفين ان احنا اخدنا في الدرسين اللي فاتوا او في الحلقتين اللي فاتوا ان احنا بنثلت دروس في الوحدة دي الوحدة دي بتتكلم عن التفريغ والتقطيع بنفرغ ونقطع التصميم بتلت طرق ايه هي التلت طرق عندنا طريقة الاستنسل وطريقة الكاتر بلوتر وطريقة الاركت طريقة الاستنسل هي طريقة سهلة جدا احنا بنستخدم الاستنسل بنجيب الخامات بتاعتنا او الادوات بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها اللي هي فرخ الاستنسل اللي هو عبارة عن فرخ او ورقة بلاستيكية شفافة دي بنبتدي نحط التصميم عليها او نطبع التصميم عليها ونفرغها بالكتر سواء بتكون ورقة بلاستيكية شفافة او بتكون استيكر بيلزق او بتكون ورقة مقوة بس الورقة المقوة بنعالجه بان احنا بنديله دهان بالورنيش او بالدهانات الشمعية عشان نحافظ عليه من ان هو يتأثر باسناء التلوين ويبتدي الورق يدوب فهيديني بالتالي التصميم هيبقى التنفيذ طباعة التصميم هتبقى مش مظبوطة لو الورق داب فطبعا التصميم او الطباعة هتبقى طالعة مش مظبوطة معايا في التلوين فاحنا بنستخدم ورقة استنسل بنطبع عليها التصميم انا بقولها لكم مراجعة سريعة احنا المفروض الحاجات دي اخدناها وعارفنها كويس بس احنا هنراجعها سريعا عشان ايه نتذكرها بنتبع التصميم بنتبعه بالكربون بنحط التصميم من الاسفل ونبتدي نتبع طيب احنا بنفرغ على ايه بنفرغ على سطح صلب املس سطح صلب املس طيب ليه يعني سطح صلب املس يعني مثلا ما يكونش حاجة طرية شوية صلب ما يكونش طري شوية يعني ما يفعش اعمل على سطح متغطي طبعا بماش او بسفنج او حاجة ما ينفعش ما ينفعش يبقى خشب ينفعش افرغ التصميم بتاعي احطه على خشب وابتدي افرغ طب ليه ما ينفعش على خشب ما ينفعش على طب ما الخشب سطح صلب ليه ما ينفعش على الخشب الخشب ليه الياف اتجاه الياف وانا بقطع بالكتر غصب عني الكتر هيبتدي تحرك في اتجاه الياف فانا ماشي يعني انا همشي في اتجاه مثلا عايزة امشي الخط مستقيم كده على طول اتجاه الياف بيحرك لي الكتر غصب عني بتبصت تلاقي اتجاه القتر اتغير فبالتالي باز التصميم باز معايا كده قصيت في مكان غير المكان المطلوب بواسط التصميم فانما هاجي ادهن او هاجي ادق التصميم هيطلع مش مظبوط معايا يبقى لازم يكون سطح الصلب املس زي ايه سطح صلب املس زي زجاج او سيراميك ده بيبقى املس يعني مفهوش اي اتجاه الياف ولا اي خدوش ولا اي حاجة خالص تجاعيد ولا اي حاجة خالص ده املس وفي نفس الوقت سطح صلب معايا فلازم يبقى يا زجاج ايه سراميك بفرغ بالكتر لازم الكتر يبقى مسنون كويس سلاح الكتر يبقى مسنون فيه أنواع قطر عندي القطر العادي اللي احنا عارفينه اللي احنا بنكسر سنانه على أساس لو السن دو بقي بارد ومش بيسن كويس أو مشرشر مش بيقطع كويس أكسره واخد الجزء اللي بعديه ده السلاح القطر العادي اللي احنا عارفينه اللي هو اليدوي العادي فيه سلاح قطر برضو يدوي بس بيبقى زي شكل الألم كده أو زي شكل المشرت ده بيبقى ليه سلاح واحد بس مش عدة سنون هو سن واحد بس ده ببتدي برضو لازم احافظ على سن السلاح بان انا ايه هقطع لازم سلاح القطر يبقى حامي ومش مش هرشر عشان يقطعلي او يفرغلي التفريغ يبقى جويس بستخدم الورق اللاسق اللي هو مش الورق اللاسق اللي هو شرائط اللازق اللي هي السلوتيب بستخدم السلوتيب فيه مني عندي بكر السلوتيب البلاستيكية وفيه شكرتون بكر السلوتيب البلاستيكية دي بتبقى المادة الصمغية بتاعتها لو انا مثلا هدهن على حيطة او هزخرف حائط جداري او هزخرف خشب فانا لو جيت لازقت بالسلوتيب البلاستيك بتبقى طبقة اللازق بتاعته او المادة الصمغية بتاعته ممكن تلزق على الحيطة لما يجي اشدها بتثبت المادة الصمغية فبالتالي هتلم طراب هتلم اصار اللون هتوسخ المكان فيفضل الشكرتون الشكرتون ده بيبقى بكر ورق مش بلاستيك فدوت مش بيسيب مادة صمغية تحته فبيكون انضف من السلوتيب البلاستيك بستخدم بلتة البلتة دي اللي هي بحط عليها اللون اللي باخد منها بالمدأ عندي انواع البلتات البلتة المدورة العادية بتاعتنا البلاستيك دي سواء مدورة او بيضوية ايا كانت شكلها اللي هي عبارة عن عيون دي البلتة العادية بتاعتنا فيه البلتة التانية برضو الخشب اللي هي بتبقى بلتة خشب وليها مكان بحط فيها امسك بيها بصبع ايق او بحط بامسك بايدي منها دي البلدات في المدقات عندي المدقات عندي أنواع في المدق اللي هو الشعر اللي بيبقى مصنوع من شعر الخنزير الأبيض ده المدق دوت بيبقى مقاسات بيبقى الشعر بتاعه قصير وكتير غزير وبيبقى فيه نسبة خشونة شوية اللي بيدي ملامس أثناء إدق اللون فده بيبقى مفضل شوية اللي هو المدق الشعر اللي بشعر الخنزير الأبيض في المدق السفنج بيبقى مقاسات برضو مدقات مقاسات ليه مقاسات عشان أنا عندي مساحات التصميم أو الوحدات اللي عندي فيه مكان فيه جزء كبير شوية جزء صغير شوية فلازم أستخدم مدقات مقاسات على حسب مساحات الوحدات اللي أنا مفرغوها اللي هشتغل عليها ممكن أستخدم الرولة الرولة دي لو هدي مساحة لونية واحدة عشان الرولة بتبقى عريضة وأنا هشتغل بالرولة فلو هدي مساحة لونية فيه التفريغ ده أو مساحة التفريغ المتفرغ عندي كبيرة ممكن أستخدم الرولة عادي ممكن أعمل إيه إن أنا أعمل لكل لون ورقة استنسل مش لازم أعمل التصميم كله بورقة استنسل واحدة أفرغ كل التصميم على ورقة استنسل واحدة لو أنا مش متمكن ومش ماهر في الدق الاستنسل ده بيستخدم للعامل المتمكن من شغله أو الفنان المتمكن من الدق الاستنسل ده ممكن يعمل ورقة استنسل واحدة تفريغ واحد للتصميم كله ويدق كل حاجة لأن أنا عارف أنا هشتغل إيه هدق بالمقاسات الرفيعة ديت أو المقاسات المدق الصغير هدق كويس هزبطها كويس لكن أنا لو مش متمكن يفضل أعمل لكل لون ورقة استنسل أنا عندي تصميم فيه أربع ألوان هعمل أربع ورقات استنسل لكل لون هفرغ اللون ده بس تمام ممكن أستعمل بدل المدق السفنج أو المدق الشعر أو الرولة ممكن أستعمل حتة السفنج أجيب حتة السفنج كده وهضمها كده واربطها من تحت تبقى مقاسات برضو عملت الكبيرة شوية عملت الأصغر الأصغر خالص مقاسات برضو هبتدي أخد من اللون ودق على التصميم ممكن هستخدم ايه تاني الورق نوع الورق احنا قلنا الاستنسل هستخدم بخاخة لون ايه بخاخة اللون دي بخاخة اللون اللي هي زي اليربراش كده أو هي اليربراش بتبقى متوصلة بكمبريسور صغير مش كمبريسور كبير يعني زي مسادة سراش اللي خدنا في الواحدة الأولى في بداية الترم دوت بيبقى متوصلة بضغط الهوى بيطلع للهوى من فواهة اليربراش أو فواهة بخاخة اللون يبتدي يطلع اللون عن طريق ضغط الهوى يطلع على المساحة اللي انا هلونها ممكن الوعاء بتاع اليربراش يكون من أسفل بخاخة اللون فبيبقى اللون عن طريق بيطلع للهوى من الفواهة عن طريق السحب أو بيكون من أعلى بخاخة الألوان فبينزل لي اللون من الفواهة عن طريق الجاذبية دي الأدوات اللي بستخدمها وسائل الأمن والسلامة المهنية احنا عارفينها المسك والخوزة والجونتيات والنضارة الواقية والمريالة والإسعافات الأولية والشفاطات والمروح وإيه تاني اللي هي طفيات الحريق دي ايه احتياطات الأمن والسلامة المهنية احنا بنجيب التصميم بنلزقه وبنفرغه الأول وبعد كده بنبتدي نلزقه على المكان اللي انا هزخرفه سواء كان المكان حاجة أفقية خشب مثلا أو من ضدق أو كرسي أو لوحة أو على جدار هحطه رأسي بعد ما بنفذ التصميم ما بشلشي اللي استنسل على طول لا دي انا باستنى لما التصميم يجف وابتدي أشيله طب بشيله على طول كده بأي اتجاه لا بشيله بطريقة عمودية ليه عشان ما يتشلش على طول يقشر للون يبواز للون لا بشيله بهدوء وفي اتجاه عمودي للأمام تمام أو لو السطح أفقي برفعه لفوق كده باتجاه برضو عمودي برفعه لفوق بهدوء يبقى أنا كده ايه نفذنا التصميم على بطريقة الاستنسل دي اول درس في عمليات التفريغ أو الزخرفة بالتفريغ والتقطيع طب في ايه تاني طريقة الزخرفة بالتفريغ والتقطيع في عندي الكاتر بلوتر ايه الكاتر بلوتر؟ الكاتر بلوتر ده جهاز بيبتدي الجهاز ده متوصل بجهاز كمبيوتر الجهاز الكمبيوتر بنفذ عن طريق التصميم عن طريق برنامج الكورل درو ببتدي نفذ التصميم بيتوصل بالجهاز الكمبيوتر ده جهاز الكاتر بلوتر يتوصل بجهاز الكمبيوتر عرفت جهاز الكمبيوتر على جهاز الكاتر بلوتر أخذ التصميم بدأ ينفذ لي التقطيع طب جهاز الكاتر بلوتر ده بيتكون من إيه؟ جهاز الكاتر بلوتر بيبقى عبارة عن من الأمام فيه وحدة تحكم على الجنب فيها الزراير الزراير دي عبارة عن أربع زراير زي الكروس كده زرارين على الشمال واليمين وزرارين فوق وتح الزرارين اللي على الشمال واليمين بحرك بيهم الحاجة مثلاً أحرك الهيد بتاع الجهاز كاتر بلوتر ده بيحرك للشمال أو لليمين الزرارين اللي فوق وتحت ده بيعلي أو بيقلل يعني يعلي الدرجات أو الأرقام أو يقلل الأرقام أنا عايز بكرتين عايز ثلاث بكرات أزود أقلل دي المفاتيح دي فيه ثلاث مفاتيح تانين اسمهم فانكشان وان وفانكشان تو وفانكشان سري فانكشان وان ده اللي هو ببتدي أزبط به العجل بتاعي أنا العجل عميحتاجة إيه العجل ده الأول قبل ما أقولها نزبط العجل العجل ده اللي هو بتبقى ثلاث عجلات متوصلة على الرول الفينيل أنا بحط الرول الفينيل الجهاز الكاتر بلوتر فيه من تحت عمودين من الصد بيتحط عليهم رول الفينيل حطينا رول الفينيل من تحت لو الرول كبير وتقيل بيتحط على العمودين دولة اللي بيبقى ليهم تفريغ من الجنبين من الشمال واليمين متسبت فيهم تجويف متسبت العمود ده وتجويف من الشمال واليمين متسبت العمود ده على بكرات عجل أو على عجل فبيبتدي يتحرك بسهولة جدا يسهل لي حركة رول الفينيل ده لو في حالة الرول تقيل وكبير طب الرول لو رول صغير وخفيف بيدخل جوه عمود من العمودين فما بحتاجش العمودين لكن بحتاج العمودين لو الرول تقيل بحط الرول على العمودين واخد طرف الرول الفينيل أحطه على جهاز الكاتر بلوتر فيه على جهاز الكاتر بلوتر تلات عجلات التلات عجلات دولة بيسبتوا لي طرف الرول الفينيل فبالتالي بيبقى هم على رول مانبالي فبالتالي بيتحركوا يسهلوا الحركة للأمام أو للخلف اتحركت لورا كده سحبت للخلف اتحركت لقدام البكر جاب لي الرول لقدام تمام على حسب التقطيع يعني الكتر بيمشي فيبتدي ياخد ياخد الفينيل لقدام شوية ياخده الورا شوية في بعد كده فيه سقوب يعني انا من فوق فيه البكر من تحت فيه سقوب السقوب دي بتاخد عن طريق شفط الهواء بتثبت لي الرول الفينيل على الجهاز عن طريق شفط الهواء اسمه فاكيوم سبت الرول على الجهاز الكتر بلوتر عشان ما يتزحلق شي فيه كمان اماكن خشنة على الجهاز بنعرف الاماكن الخشنة دي طريقها ازاي عن طريق فيه خطوط بيضة بذبط البكر بتاعي على اماكن الخطوط البيضاء فبالتالي سبتتوا على الاماكن الخشنة فهبقى عارفة ان كل بكرة تحتها في الجزء ده فيه مكان خشن برضو بيعمل على تثبيت رول الفينيل عشان ما يتزحلق شي البكرة اللي عندي تلات بكرات انا ممكن استخدم بكرتين او استخدم تلات بكرات على اساس ايه باستخدم بكرتين او تلات بكرات على اساس ان انا لو رول الفينيل صغير احتاج بكرتين بس مش احتاج التلاتة ففيه زراعة على الجنب كده برفع بيه البكرة التالتة واركنها على جنب الجهاز لو هستخدم التلات بكرات ابتدي ايه ارجع البكرة تاني واستخدم لو الرول كبير فيه في الجهاز الهد الهد من قدام ده اللي بيبقى متركب فيه سن القطر اللي هو بيبتدي قطعلي لازم سن القطر يكون تلات حاجات مهمة في سن القطر اول حاجة الضغط تاني حاجة السرعة تالت حاجة زاوية الميل فدول اهم حاجة في القطر ان انا ضغط كويس على رول الفينيل وفي نفس الوقت السرعة بتاعته مزبوطة مش سريع زيادة ولا بطيء زيادة وزاوية الميل بتاعته مزبوطة فبالتالي احنا بنزبطها برضو عن طريق وحدة التحكم بنزبط الحاجات التلاتة دولار في القطر اللي هو بيقطعني في الجهاز ممكن فيه جزء تاني بدل القطر بحط جزء كده او قطعة بيتسبت فيها قلم قلم رصاص او قلم جاف وبنفضل القلم الجاف عن القلم رصاص عشان القلم رصاص هو بيرسل بيتبرسنه فبالتالي بيترفع عن سطح الورق اللي هو بيترسم به في حالة ما بثبت قلم جاف او قلم رصاص بشيل رول الفينيل وبحط ورق عادي بيرسملي عليه هيبقى كده باستخدم الكاتر بلوتر في الرسم مش في التقطيع تمام دي في وحدة الهد وبعد كده وحدة التحكم نرجع لوحدة التحكم بقى نتكلم عن الفانكشان وان فانكشان تو والفانكشان سري فانكشان وان بزبط بيها التلات عجلات دولة السرعة بتاعتهم بزبط مش السرعة بزبط التلات عجلات انا عايزة عجلتين عايزة تلات عجلات مجرد ما بفتح الجهاز بيظهر لي رقم اتنين على الشاشة رقم اتنين يعني دول عجلتين عايزة تزودي عايزة تقليلي بنزبط عن طريقها الزرارين اللي عن جنبين بنزبط الرول الفينيل وعرضه بناخد مقاس الرول بيبتدي الهد يروح للاخر الشمال ويرجع لليمين خد لقطة خزنها في الزاكرة عنده عارف مقاس الرول او مقاس عرض الرول كام مقاس عرض الرول مثلا احنا هو مقاس عرض الرول من 135 يعني جهاز القطر بلوتر بيستخدم من 135 سنطي لستة سنطي يعني مفيش اي هدرة هيحصل عندي في اي رول هجيبه في الفينيل خالص انا هقدر اشتغل لو مقاس الرول 135 سنطي هشتغل فيه لو مقاس اقل 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 لحد ما وصل للستة سنطي هقدر برضو اشتغل مش هيبقى فيه اي مشكلة عندي يبقى مش ههدر خالص في رول الفنيل معي ببتدي أحدد خد اللقطة جيت أنا أخد لقطة مثلا سي مثلا خدت لقطة على 120 سنتي بقى أنا أديته لقطة على عرض رول الفنيل أنا أحطه له رول الفنيل 120 سنتي جيت أنا أديته تصميم 130 سنتي رفض يشتغل جهاز الكاتر بلوتر رفض يشتغل على التصميم ده قال لي ما ينفعش أنت عرض الرول الفنيل اللي عندي 120 سنتي أنت مديني تصميم 130 هجيب الباقي ده منين فرفض ينفذ التصميم ده طب أنا أديته تصميم أقل 100 سنتي 90 سنتي 80 سنتي لا هيشتغل عادي لأن أنا عندي بالوفر عندي زيادة ما فيش مشكلة هيشتغل عادي تمام بعد ما زبطت بالفنكشن وان العرض الرول الفنيل زبطت العجل كام عجلة خلاص جينا الفنكشن 2 بنزبط بيها سرعة وضغط ودرجة ميل سن القطر أول ما بادوس على الفنكشن 2 بيظهر لي 3 حاجات سبيت وبرس ووفست أول حاجة بنلاقي سبيت بتنور وتدفع على الشاشة هما 3 مكتوبين جنب بعض سبيت بريس ووفست سبيت بتبتدي تنور وتدفع وهي بتنور وتدفع يعني هي جهزة كده للتعديل هعدلها هبتدي هزود السرعة هقلل السرعة بزود وقلل منين من الزرارين اللي هما زي ما قلت الأربع زرائر اللي هما الكروس دولة تنين عالجنبين واتنين فوق وتحت الزرارين اللي فوق وتحت يابعي علي بزرار اللي فوق يابقى أقلل بالزرار اللي تحت بعد ما خلست وزبطت السرعة دست على الزرار اللي موجود برضو في وحدة التحكم سكت زرار اللي سبيت ما بقاش ينور ويدفع اللي جنبه اللي هو البرس هو اللي بدأ ينور ويدفع يعني أنا خلصت الزبيت خلاص تجهزت وزبط انا اللي سبيت بقى اللي عايز البرس اقصد هو اللي عايز يتزبط فبدأ ينور ويدفع زبطت البرس زودت او قللت ودست انتر اتزبط البرس بدأ رحسكت ما بدأش ما بدأل ينور ويدفع بدأ بقى الوفيست هو اللي ينور ويدفع بدأ ينور ويدفع زودنا سرعة او قللنا درجة الميل زودنا درجة الميل قللنا درجة الميل كده ايه الوفيست زبط دوسنا انتر اتزبط التلاتة اتزبطوا معي يبقى بالفنكشن تو بظبط سن القطر في الضغط والسرعة ودرجة المال نيجي الفنكشن سري اهم حاجة ان انا بعد ما خلص تظبيط كل حاجة لازم اضغط على كلمة ريموت كلمة ريموت بجيبها ازاي منه فنكشن سري بدوس على فنكشن سري بتجيني كلمة ريموت بدوس انتر كده دوسنا كلمة ريموت ايه ريموت دي يعني ليه بدوس كلمة ريموت وليه مهمة قوي كلمة ريموت كلمة ريموت مهمة عشان دي اللي بتفصل لي وحدة التحكم خلاص الزراير دي ما عادتش بتشتغل تاني خلاص انا فصلتها عشان اي خبطة او اي حاجة في الزرار ما تتأثر ليش على الشغل بتاعي كده انا زبطت كل حاجة وفصلت الزراير خالص ما خلتهاش بتشتغل كده الجهاز متوصل بالكمبيوتر اديت الوردر دوست انتر ان انا خلاص هيبتدي التصميم ده اتنقل لذاكرة الكاتر بلوتر هيبتدي الجهاز يسحب عن طريق الرول الاعمدة اللي من تحت اللي محطوط عليها الرول الفينيل هتبتدي تتحرك هتسحبلي تسهل سحب رول الفينيل من طرف ومن فوق هتبتدي البكرات تسهل الحركة الفتحات الهواء مسكة مش مخليها يتزحلق ويقع او يتسحب بسرعة الاماكن الخشنة برضو ما مسكة شوية برضو مش مخليها يتزحلق البكرات بتتحركوا للخلف القطر اللي في الهد بادئ بيتحرك وعمال بيروح شمال ويروح يمين حسب التصميم وبيفرغ للتصميم قبل ما بعمل تفريغ وبدي الأوردر بتفريغ التصميم بعمل تست ايه التست ده؟ التست ان انا بدي أوردر سكوير الأوردر دوت بختار منه كلمة سكوير من فانكشن وان بختار كلمة سكوير اللي هي عمل مربع سكوير كات عمل تقطيع مربع تمام؟ أو عمل مربع مقطوع بيعملي مربع جواه مربع تاني مربعين جوا بعض بياجي بعدها اروح ركن الهد على جنب وابتدي أفرغ بقطر عادي بقى بجيب باخد طرف التحديد اللي هو حدده لي في المربعين وابتدي أشيل الجزء دوت اللي هو حدده أشوف التقطيع كويس ولا مش كويس؟ التقطيع كويس تمام يبقى الدنيا تمام ما فيش شرشرة الضغط كويس والسرعة كويسة ودرجة الميل كويسة خلاص تمام التقطيع مش كويس هبتدي أمشي الخطوات اللي احنا قلناها بندوس على فانكشانتو عشان نبتدي نزبط الاسبيت والبريس والأوفيس فبكده ان ايه نفزنا التصميم اللي هو بيبقى على جهاز الكمبيوتر بعد ما عملنا التست والتست نجح وتمام او ما نجحش وزبطنا تصبتنا على الجهاز على حسب ما شفنا التست اللي احنا عملناه المربع اللي احنا عملناه دوت خلاص تمام كده يبقى احنا ايه هنبتدي ننفز التصميم نفزنا التصميم اوكي وتنفز معنا وطلعت الجزء المتفرغ بناخد التصميم المتفرغ بيبتدي يتلزق على يتسبت على المسكتيب اللي هو ورق بيتسبت عليه التصميم المفرغ عشان نبتدي بقى نسبته وننفز الشغل بتاعنا ده الجهاز الكاتر بلوتر يبقى احنا كده تكلمنا عن الستنسل ده الدرس الاولاني في الوحدة دي وتكلمنا عن الكاتر بلوتر ده الدرس الثاني في الوحدة دي طب الدرس الثالث بنفرغ بايه احنا فرغنا بالستنسل وفرغنا بالكاتر بلوتر التفريغ الثالث الدرس الثالث بنفرغ بالاركت يعني من تالي كلكم سمعتوا عن كلمة اركت سمعنا عنها كنا نشوف الحاجة نقول اه ده شغل اركت التفريغ بالاركت بيبقى على خشب فاحنا بنفرغ على خشب التفريغ بيبقى بالاستخدام منشار الاركت انا عندي ثلاث انواع لمنشير الاركت منشار العادي منشار الاركت الترددي ومنشار الاركت الكهرابي لها أنواع صفايح منشار كتيرة لها نبتدي نثبت التصميم على الوحدة احنا بننفذ على خشب أركيت على خشب أنفذ على خشب وممكن على بلاستيك يعني برضو مش لازم خشب بس ممكن على بلاستيك مش أي بلاستيك البلاستيك اللي هو مقوة شوية ممكن أنفذ عليها بالأركيت هسبت التصميم هطبعه وهبتدي أنفذه باستخدام الأركيت طيب هنشوف الأول لكشف حصر مساحة مؤيسة هنعمل مؤيسة لنافذة في مسجد النافذة دي منفذة بالأركيت بتفريغ الأركيت تصميم أشكال هندسية إسلامية هنشوف هنفرغها إزاي التفريغ هنحسب التفريغ والدهان والتصميم والحاجات دي كلها هنحسبها إزاي هنحسب المساحة الأول إزاي نشوف مع بعض كده حساب مساحة وتكاليف عمليات الزخرفة بالأركيت عشرون نافذة في مسجد بيراد تصميمها بعناصر هندسية إسلامية في الفراغ في الفراغ الداخل المبين بالرسمة هنشوف الرسمة وهنشوف إيه الفراغ اللي مبين بالرسم تنفذها بحشوة من خشب الـ ثم تدهن وتشطب باللاكيه الأبيض من الجهتين هندهنها ونشطبها باللاكيه من الجهتين تمام بس التفريغ طبعا بيبقى من جنب واحد لأن أنا فرغت من جنب ده فبالتالي الجنب التاني هتفرغ يبقى احنا هنحسب التفريغ على جنب واحد بس مش هنحسب التفريغ على جنبين تمام هنشوف بقى ده إذا علم أن مساحة خشب الـ MDF كما بالشكل اللي هو الشكل اللي احنا هنشوفه سعر الروح الخشب 180 جنيه وسعر التفريغ 50 جنيه وسعر الدهان والتشطيب للمتر المربع الواحد كل ده للمتر المربع الواحد 75 جنيه تمن التصميم على الحاسب 70 جنيه و34% وعايزين نحسب التكاليف نشوف المساحة الأول ده الحل بيقول مساحة لوح الخشب اللوح على بعضه 244 في 122 سنتيمتر اللوح بيديني اتنين نفذة يبقى أنا كده مش هحتاج أعود أحسب اللوح بيطلع لي كم نفذة احنا كنا بنحسب اللوح بيطلع كم نفذة لما كنا بنضرب بنقسم الطول على الطول في العرض على العرض بنطلع المقاسات بتاعتنا مش بنقبر الكسر بالزيادة لا ده احنا بنشيل الكسر خالص مش بنقبره بنشيل الكسر فبالتالي بنطلع القطع السليمة الكسر ده مفقود ده هالك معايا ما بيستخدموش يبقى احنا عرفنا ان اللوح ده بيطلع لي شباكين الشباكة عندي عبارة عن ايه عبارة عن نص دايرة ومستطيل نشوف الحساب اول حاجة في التفريغ انا هفرغ نص دايرة مش هفرغ الدايرة اللي مش هفرغ دايرة عشان لو فرغت الدايرة على بعضها فيش حاجة اسمها هفرغ الدايرة انا وانا بشتغل من قدام في التفريغ بالتالي من ورا بيتفرغ على طول يبقى انا هشتغل على وجه واحد هحسب وجه واحد تمام حسبنا وجه واحد اللي هو اول حاجة نص في الدائرة مساحة نص الدائرة هي مساحة الدائرة كان مساحة الدائرة طه نق تربيع يبقى مساحة نص الدائرة نص طه نق تربيع يعني انا عندي نص دايرة واحد نص في تلاتة واربعتاشر من مية في نص في نص ليه نص هنا نق بنص عشان انا عندي القطر كله بواحد العرض دا بتاع المستطيل هو القطر بتاع الدايرة فبالتالي نص القطر هيبقى نص يبقى نص في نص هتطلع بتسعة وتلاتين من مية دي هنحطها في الجزئية عشان هي هتدهن مش هنحطها تنزيل المستطيل بالمتر مربع وبرضو عندي مستطيل واحد طوله واحد وعرضه تمانية من عشرة هتبقى تمانية من عشرة الإجمالي هيبقى تسعة وتلاتين من مية زائد تمانية من عشرة هتطلع واحد وتسعتاشر من مية يعني الكمية عندي واحد وتسعتاشر من مية انا عندي عشرين نافذة يعني عشرين في واحد وتسعتاشر من مية هتطلع بتلاتة عشرين والتمانية من عشرة متر مربع تقريبا دي المساحة طيب عايزين نحسب التكاليف احنا الاول قال لي اللوح بيعمل نفذتين طيب انا عايزة 20 نفذة يعني 20 على 2 بعشر الواح تمام يبقى كده احنا عرفنا عدد الالواح عندي 10 اللوح بيديني نفذتين انا عايزة 20 نفذة يعني كل لوح ب2 يعني محتاج 10 الواح والمساحة 1.19 من 100 عايزين نحسب التكاليف زي ما احنا شايفين قدامنا الاسعار قلناها من شوية هنشوف التكاليف هنحسبها ازاي الخشب احنا الوحدة عندنا في الخشب باللوح بنجيب الخشب مش بالمترو ولا بالكيلو بنجيب الخشب باللوح يبقى انا عايزة كام لوح احنا حسبناها 20 نفذة اللوح بيدينا نفذتين يبقى عايزين 10 الواح 8 اللوح كام 180 جنيه يبقى 1800 جنيه اللوح طيب التفريغ المتر المربع التفريغ بالمتر المربع انا محتاجة تفريغ قد ايه 20 نفذة هفرغ 20 نفذة يعني 20 في متر وتسعة واشر ب23 متر وتمانية من عشرة الوحدة بكام بتاعتي التفريغ المتر المربع الواحد بكام بخمسين جنيه يعني خمسين جنيه في المساحة هتطلع لي بـ 1190 جنيه ده التفريغ الدهان بالمتر المربع برضو الواحدة بتاعته بالمتر المربع سعر الدهان عندي بـ 75 جنيه طب ليه الكمية 47 وستة من عشر عشان انا هدهن من الجهتين التفريغ بنحسب جهة واحدة بس لان بالتالي بتتفرغ الجهة تانية لكن الدهان من الجهتين يعني هضرب المساحة في العدد في اتنين عشان من الجهتين يعني 119 من 100 في 20 نفذة في اتنين يعني هتطلع 47 وستة من عشرة في 75 جنيه المتر المربع الواحد هتطلع 3570 جنيه التصميم عندي بـ 70 جنيه هي قطعة واحدة تصميم بالقطعة هي قطعة واحدة هتطبع على العشرين شباك فهتبقى بـ 70 جنيه جملة التكاليف عندي اللي هي بجمع الخشب والتفريغ والدهان والتصميم جمعت كل ده طلع لي بـ 6630 جنيه هنطلع منها الارباح اللي هي 30 في المية يعني هنضرب 6630 جنيه في 30 على مية او في 30 في المية هتطلع بـ 1989 جنيه هنجمع جملة التكاليف والارباح مع بعض هتطلع لي 8619 جنيه يبقى احنا كده حسبنا مساحة النفذة 20 نفذة مساحتها كام وتكاليف النفذة كده احنا ايه عملنا المؤيسة او حسبنا المؤيسة الخاصة بشغل الاركت هنتكلم ان شاء الله الحلقة الجاية على طريقة التنفيذ وخطوات التنفيذ والخامات والمعدات اللي بنستخدمها فيه التنفيذ الاركت ألقاكم على خير وأتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة